السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحالة أجديدة من الأهلي الليلة طبعا موجودين مع حضركم علشان نتكلم فيه هنتكلم فيه أضايا مهمة جدا هنتكلم فيه آخر الأخبار الموجودة على الساحة سواء المحلية أو سواء العالمية وإن شاء الله يكون معايا مع حضركم بعد فقرة الأخبار الكابتن محمود صالح نجمة النادي الأهلي ونجمة منتخب نص هنتكلم معاه فيه أضايا كتيرة جدا وهنتكلم على موضوع أعتقد أنه هو مهم جدا بالنسبة لحضراتكم بالنسبة للكابتن محمود صالح وهي رسالة الدكتوراه الخاصة بها الكابتن محمود صالح فيه إعداد النشئين للمنتخبات الوطنية بشكل عام أضايا مهم جدا وأعتقد أن الموضوع جديد على حضراتكم فهنسمع من الكابتن محمود صالح الرسالة فيه الدكتوراه وهنتكلم معاه وهنتناقش معاه في إزاي النشء الصغير نعده للمنتخبات الوطنية علشان زي ما احنا شفنا وعشنا فوز منتخب نصر للشباب في كرة اليد ببطول الكأس العالم وخلاص الرهبة اللي موجودة عند الشباب أعتقد أنها كسرت لمنفوذة على ألمانيا ونبقى أبطال عالم في أول مرة في تاريخنا نحن نقول أبطال عالم طبعا حصلت سنة 93 لكن نحن نتكلم فيه كرة الحديثة سواء كرة اليد أو كرة الطيرة أو كرة القدم عندنا كده حاجز عندنا كده دايما رهبة من الفرق الأجنبية عندنا منتخب ألمانيا اسمه يخد منتخب إيطاليا منتخب فرنسا لكن الشباب المصري قدر أنه يكسر الحاجز اللي موجود عند كل من يمارس رياضة سواء في رياضة جماعية أو رياضة فردية زي ما حدركم عارفين المصريين بيتفوقوا وبيتصدروا في الأسكواش فنتمنى أن زي ما الشباب قدروا أنه هم يكونوا أبطال عالم في بطولة اليد عايزين بقى يعني نأمل أن كل الاتحادات المصرية في كل اللعبات المختلفة أنه نعد أبطال عالم وأن الحاجز اللي موجود رهبة اللي موجودة عندنا تتشال ما بقاش فيه رهبة ما بقاش فيه خوف شو اتفوقنا على واحد من أقوى المنتخبات اللي موجودة في العالم ألمانيا اسمها بيدل على القوة اللي موجودة الألمان طبعا بنتكلم في سرعات رهيبة بنيان قوي فيه إمكانيات على أعلى مستوى لكن المصريين بالموهبة اللي موجودة بالإصرار بالعزيمة بحب الوطن اللي دايما بيبقى موجود عندنا أكتر يعني من وجهة نظري أكتر من أي منتخب تاني والدليل على كلامي في أفريقيا بنتفوق على منتخبات أفريقية عندها نجوم كتيرة جدا بتلعب فيه الدوريات الأوروبية لكن حب الوطن وحب ترب الوطن اللي احنا دايما بنعشقه ونفضله على أي حاجة هو ده سبب فيه التفوق اللاعب المصري لكن اللاعب المصري ينقصه فقط الإدارة الجيدة ينقصه أيضا الإعداد الجيد لكن الموهبة والحماس والروح أعتقد أن هم موجودين وشيء متوارث في جينات اللاعب المصري في مختلف المجالات فعايز أبدأ ما أحضر لكم بموضوع حابب أننا أتكلم فيه يعني من آخر مباراة نادي الأهلي وبيرامدز في بطولة الكأس وخروج النادي الأهلي من البطولة حابب أننا أتكلم علشان أنا أول مرة أطلع من آخر مباراة فعايز أتكلم فيه موضوع التحكيم المصري وموضوع خاص بيه الكابتن جهاد جريشا إحنا لما نطلع نتكلم مش نطلع علشان نقطع في حد نطلع علشان ننتقد وننتقد نقد بناء ننتقد نقد محترم وفي نفس الوقت إحنا هنا لما بيكون فيه شيء سلبي لازم نتكلم عليه وفي نفس الوقت كمان لازم أن إحنا ندفع عنه الكابتن جهاد جريشا لما تم حرمانه من المشاركة فيه البطولة الأمم الأفريقية بسبب مباراة الترجي والمداد طلعنا وتكلمنا وقلنا إزاي الاتحاد المصري كرة القدم يسمح لحكم من ولاده أنه يتوقف ستة شهور عقوبة اتخذت بسرعة جدا بدون أي تحقيق وفي نفس الوقت ما كانش فيه ربض من الاتحاد المصري لكرة القدم وقلنا ستة شهور كتير جدا على كابتن جهاد جريشا ولازم يكون موجود في بطولة الأمم الأفريقية بيمثل مصر وفي نفس الوقت هو ما أخطأش الخطأ الفادح أو الخطأ الجثيم اللي يخليه يتوقف ستة شهور لكن كابتن جهاد جريشا يعني أنا أعرفه من فترة كبيرة جدا كان بيحكم لما كنت موجود في الآلي في قطاع ناشئين وكان بيحكم مباريات سواء في المناطق أو في القطاعات أو في بطولات الجمهورية طبعا حكم يعني كله تنبأ أنه يكون عنده مستقبل كبير وحكم يكون دولي وحكم يكون مميز على الساحة المحلية والعالمية لكن إلى متى يا كابتن جهاد هتفضل حضرتك مش عايز تتعلم من أخطائك لعب كرة القدم لما بيكونش عنده أو لما بيشوف عنده أخطاء بيطور من نفسه عشان لما يطورش من نفسه في لعب تاني مستني على مقاعد المدلاء هينزل مكانه اتحاد المصري كرة القدم عليه دور طبعا عليه دور أنا بتكلم على لجنة الحكام كابتن عصام عبد الفتاح لسه كابتن سامير عثمان لسه يعني لم يتدخل رسميا لحد الوقت أو تدخل في بعض اللقاءات لكن ز pouquinho ما احنا عارفين ان للقاء بيرامجز الأهلي ان كابتن سامير مش هو اللي اختار الكابتن جهاد جريشة حكم للمباراة وبالتالي كابتن جهاد أخطاء كتير جدا وللأسف حضرتك مش بتتعلم من أخطائك حضرتك مش بتكلم على الأهلي بس أنا بتكلم على الأهلي وبتكلم علىزمالك وبتكلم على باقي ما تشعة حضرتك في الدورة وبتكلم على بطولة أفريقيا الأهلي هتكلم على آخر مباراة مبارة بيرامجز أنا دائماً مش بيحب أتكلم على التحكيم كتير ولا بيحب أحط التحكيم يكون شماعة لكن كلنا بنشوف وكلنا عندنا عدين وعقل علشان نشوف ونعقل الأمور اللي بينها قدام حضراتكم كابتن جهاد أخطاء في مباراة پيراميدز ولسه كابتن جهاد مصمم على موقفه أنه ما يتعلمش ماتش زمالك والمقصة كرة أحمد سامي كرة هانبول هدف أو رقل الجزاء متأسف وكابتن جهاد ما حسبش رقلة الجزاء والخطأ الواضح كان في مباراة الزمالك والمقصة لكن كابتن جهاد مفهود يتعلم كابتن جهاد مفهود أنه هو يبدأ يبص على أخطاء ويبدأ يتفرج على نفسه طيب ماتش الوداد وماتش الترجي دي بقى بطولة كابتن جهاد برا مصر خالص ونتكلم في نهاية بطولة أفريقيا نهاية بطولة أفريقيا ده حجم من الأحداث العالمية اللي أعتقد والقرية اللي تشارف لأي حكم أنه يكون موجود أو شارف لأي فريق مصري أنه يكون موجود فيه نهاية أفريقي حضرتك اتسببت فيه موقف وتسببت فيه كارثة وتسببت فيه أزمة ما بين تونس والمغرب وتم إيقاف حضرتك أول مرة في التاريخ في التاريخ أن حكم يتوقف بعد المباراة مباشرة بدون تحقيق لمدة ستة شهور طيب احنا بتتكلم كابتن جهاد على ثلاث أخطاء بس يعني ثلاث أخطاء بسات جدا يعني فيه أخطاء كثيرة جدا لكن مول ثلاث أخطاء يعني عادرتهم لحضرتك سواء فيه أفريقيا أو في الزمالك أو مع النادل أهل هو بالتالي لابد من أن حراك تتعلم من أخطائك لازم تتفرج على نفسك لازم تشوف أخطائك فين علشان ما تقعش فيها تاني لكن كابتن جات حضرتك كل ما تشيب تقع في نفس الأخطاء دايما حراك بيكون مفار جدل ومفار كلام ومفار شك ومفار يعني خناءات موجودة في الإعلام سواء في أفريقيا تونس والمغرب وإحنا هنا ندافع طيب يا كابتن جات ما احنا مش نفضل ندافع على طول ما احنا لازم هيجي وقت علينا ونقول خلاص احنا عملنا اللي علينا ودفعنا لكن حضرتك دلوقتي ما بتتوش من نفسك يا كابتن جات مع كامل احترام والتقدير لك حضرتك يعني صديق شخصي وحركة رجل أنا بعتزي بيك جدا لكن يا كابتن جات أنا بتكلم دلوقتي بصفتي واحد شايف منظومة التحكيم في مصر لازم تتطور علشان خاطر يكون لنا شكل قدام العالم كله ولازم يكون لنا شكل علشان داخل القرى يكون مميزين لكن منظرنا بقى وحش جدا إن احنا الموسم اللي فات نجيب حكام أجانب وعند بصراحة عندهم حقر واسال أنديا إن هم يطلوبوا حكام أجانب مع كامل الاحترام والتقدير دور اتحاد كرة القدم ليه دور طبعا ليه دور اللجنة التحكيم ليها دور طبعا ليها دور زي ما المدير الفني واللعيب ليه دور مدير الفني لازم يطور من عليها اللاعب ولو اللاعب ما اتطورش يركنه على جنبه ويلعب اللاعب اللي مستني على دكة المدلاء اللي هو بيسخم ونفسه يلعب ويشارك علشان ياخد فرصة نفس القصة بطلب من الكابتن سامير عثمان وبطلب من لجنة التحكيم إن احنا نشتغل على تطوير الحكام والحكم اللي مش بيستجيب خلاص خلاص أخد فرصته مرة واثنين وثلاثة واثبت إن هو مش كف واثبت إن هو مش جدير بالتحكيم أو مش جدير بالقيادة للقاءات الكبيرة لازم يا كابتن سامير لازم يا حكم المصريين نتعلم من الأخطاء اللي موجودة علشان ما تتكررش علشان لما تيجي تتكرر بعد كده يعني بجد عندية بتخرج وعندية بتخسر بسبب أخطاء متكررة عارف يا كابتن جهاد لو حضرتك أخطأت في مباراة بخطأ أنا ما شفتش حضرتك بتخطأ قبل كده أقول لي حضرتك ماشي لكن حضرتك بتخطأ كل مرة نفس الأخطاء هي هي ما فيش جديد أزمات أزمات في أفريقيا أزمات في بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك والله ما بتكلم مع الزمالك والجمهور الأهلاوي عارف والجمهور الزمالكاوي عارف إن الكابتن جهاد عنده أخطاء ولازم يطور من نفسه حضرتك يا كابتن جهاد لو ما طورتش من نفسك مش تبقى حكم دولي ناجح ياما في حكام دوليين كتير كانوا موجودين في الساحة وياما حكام مصريين كانوا مميزين لكن مش بيطوروا من نفسهم فخلاص تنسوا لكن الحكم اللي بيكمل والحكم اللي بيطور هو ده الحكم اللي بيستمر والحكم ده اللي بيكون ناجح فأتمنى يا كابتن جهاد إن حضرتك تتفرج على مطشاتك تعرف أخطائك تكون عندك حد بتثق فيه من حكامنا المصريين السابقين النجوم الكبار أنا معرفش علاقة حضرتك إيه بالكابتن جمال الغندور بالكابتن عصان عبدالفتاح بالكابتن اللي موجودة يعني بنتكلم في أساني كبيرة أكيد عند حضرتك مرجع منهم إن انت بتثق فيه وبتاخد رأيه خد رأيه بعد كل المباراة وتفرج على نفسك يعني ممكن حضرتك تقول لي أنا مش عايز أخد رأي حد طيب خلاص اتفرج على نفسك والكاميرا والفيديو مش هيكدبون أبدا ولا هيكدبوا وين حضرتك لما تشوف أخطائك اللي انت محتاج تقرارها تبقى عارف إن حضرتك في وقت الفلاني إن كان فيه لمسة يد حضرتك اترددت في حسم القرار وبالتالي حضرتك مش أول ماتش لأ حضرتك لما شفت نفسك في الفيديو قلت لأ إن كان لازم أحسب ضربة الجزاء فالماتش اللي جاي حضرتك هتنزل على طول لمسة يد وضربة جزاء على طول أنا عارف إن الموضوع صعب وأنا عارف كابتن جاد إن إحنا بالنسبة لنا وإحنا عاديين في التلفزيون بنتفرج على المباراة القرار بالنسبة لك بيكون في جزء من الثانية علشان تحسب دي الكورة فاول ولا مش فاول راقل الجزاء ولا مش راقل الجزاء لمسة يده ولا مش لمسة يده عارف إن حضرتك عادة موجود إمكانيات في الدورة المصر زي الفار وزي الكوميونيكيشن أو التواصل بين حالك وبين التحكيم أكيد ده بيأثر ماشي بيأثر لكن كابتن في أوروبا الناس في الدورة الإنجليزية ما كانش عندهم فاري الموسم الماضي كان فيه بعض الأخطاء لكن أخطاء مش بالمنظر اللي حضرتك بنشوفه ده يعني مش أخطاء متكررة من نفس الحكم وللأسف يا كابتن مع كامل احترام إن كانت اتحاد المصر كورة القدم ولجنة التحكيم كانت صبرة الله أعلم كانوا بيطوروا الله أعلم كانوا بيتكلموا مع حضرتك ولا لا الله أعلم كانوا شغالين على الموضوع ده ولا لا فأنا عشان ما طولش في قصة التحكيم وما طولش في قصة الكابتن جهاد جريشة أتمنى من الكابتن سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم الجديد إنه يشتغل على تطوير المنظومة التحكيمية وعدم تكرار الأخطاء كلنا بشر طبعا كلنا بشر هنخطئ بدل المرة ألف لكن يا كابتن سمير في لقاءات وفي مباريات لا تسمح بالأخطاء المتكررة ولا تسمح بالأخطاء المؤثرة اللي بتأثر فيه نتيجة مباراة فريق يخرج فريق يتعادل فريق يهزم فريق يكسب كل ذا كابتن سمير مش هينفع دوري المسلم اللي جاينا توسم فيك وفي التحكيم المصري خير إنه إحنا لا نعتمد على حكام أجانب إلا في لقاءات الأهلي والزمالك وده منذ زمن بعيد جدا وإحنا بنشوف لقاءات الأهلي والزمالك بتحكيم أجنبي الله أعلم ممكن نشوفه بتحكيم مصري في يوم من الأيام لكن يا كابتن سمير عايزين يطور منظومة التحكيم المصري بعد إذن حضرتك علشان إحنا دولة كبيرة جدا وعندنا تاريخ كبير جدا نتفوق بيه مع كامل الإحترام والتقدير لأشقاءنا العرب وأشقاءنا الأفارقة من حيث التاريخ الكبير اللي موجود عندنا في أفريقيا وفي العالم كله نتكلم على النادي الأهلي والزمالك اتنين من أكبر الأندال موجودين في أفريقيا بالتالي لازم التحكيم اللي يكون موجود عندنا تحكيم ياليق بالمشجع المصري والدولي المصري وقيمة الدولة المصرية حكم ده هو رجل أغضي في الملعب قراره مفروض يكون واحد مفروض يكون الحكم هيب في الملعب بقراراته اللعيبة عارفة جول ملعب أنه هو عادل أنه هو مش هيجي على حد وأنه هو مش ظلمني ممكن يكون فيه خطأ لكن الخطأ يا كابتنجهاد ما ينفعش يكون متكرر فأرجو من حضرتك أخوك الصغير بيقول لحضرتك اتفرج على نفسك وحاول تطور من نفسك علشان خطر كلنا عايزين المنظومة تكون نجحة أي حد كابتنجهاد بيتفرج على نفسه علشان يطور من نفسه بنروح وبنخلص الحلقة فبنتفرج على نفسنا علشان نشوف الحلقة كانت أخبارها إيه هل كان عندنا أخطاء علشان ما نقررهاش الأسبوع اللي جاي أو الحلقة اللي جاي فأيز بقى على حراتك كل واحد شغال في مجال عام أو شغال في عمل عام هو عرض للانتقاد وعرض أنه لازم يكون دايما تحت الميكروسكوب ومدامه تحت الميكروسكوب لازم يسمع الكلام أو يستمع لنصائح الآخرين علشان خطر يتم إن شاء الله كده توفيقه من ربنا سبحانه وتعالى في الأمور القادمة